في خطوة وصفت بأنها استعراض سياسي من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية تمضي في صنعاء الترتيبات لإجراء انتخابات تكملية لملء المقاعد الشاغرة في 34 دائرة انتخابية نتيجة وفيات النواب في هذه الدوائر وسط تحديات تعيق إنجاز خطوة كهذه كما تخطط الميليشيا حددت الميليشيا تاريخ الثالث عشر من أبريل القادم موعدا لإجراء هذه الانتخابات في توقيت لا يخلو من الدلالة بالنظر إلى أن معظم دورات الانتخابات البرلمانية كانت تُعقد في هذا الشهر كما أنه يتزامن مع ذكر صدور القرار الأمم رقم 2216 بشأن اليمن والذي وفر غطاء للتدخل العسكري السعودي الإماراتي في إطار ما يعرف بدعم الشرعية الخطوة الحوثية قُبلت بردة فعلا من جانب السلطة الشرعية تمثلت في الأمر الرئاسي بنقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وإحالة أربع من القضاء المعينين من جانب الميليشيا كأعضاء في اللجنة إلى التحقيق والمحاسبة لكن الوقائع الميدانية تُشير إلى تعذر إجراء هذه الخطوة غير الشرعية أصلا في أكثر من نصف هذا العدد بسبب وجود الدوائر الانتخابية الشاغرة تحت نفوذ السلطة الشرعية أو في مناطق تشهد أعمالا قتالية بما يتعذر معها إجراء الانتخابات مئة وأربعون نائبا تمكنوا من مغادرة مناطق سيطرة الميليشيا وانضموا إلى بقية النواب المتواجدين في مناطق مختلفة من البلاد وخارجها فيما لم يتبقى سوى مئة عضو قيد الإقامة الجبرية في صنعاء بينهم رئيس المجلس ويبدل عديد من المراقبين استغرابهم من عجز السلطة الشرعية حتى الآن عن حسم مصير السلطة الشرعية بعد أن توفر النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة إجرائية لمجلس النواب في عدن وانتخاب هيئة رئاسة جديدة تسمح بانطلاق أعمال البرلمان تحت مظلة الشرعية وعلى الرغم من توفر النصاب القانوني إلا أن خطوة عقد الاجتماع الإجرائي للمجلس لا ترتبط فقط بالتحديات الناشئة في عدن بل بالخلاف الناشئ عن إصرار الرئيس هادي على فرض مرشحه محمد علي الشداد رئيساً للمجلس وهي الخطوة التي يبدو أنها لا تحظى بتأييد معظم الكتر البرلمانية